تحياتي يا أصدقائي هل سيلعب المحترف السوري الأصل روني بردغجي مع منتخب سوريا اللاعب المميز مع فريق كوبن هاجن الدنماركي واللي سجل هدف في مرمى ماشيستر ريونايتد في دوري أبطال أوروبا حنشوف سوا بهذا الفيديو إذن يا حبايب القلب تحياتي لكم روني بردغجي أمل سوريا القادم اللاعب السوري الوحيد يعني اللي نحن نأمل أنه يكون في عنا محمد صلاح تاني كعرب من خلال السوري روني بردغجي اللي عمره حالياً 18 سنة هذا اللاعب اللي اللي عم يلعب مع كوبن هاجن دنماركي يعني متألق في الدوري الدنماركي كوبن هاجن هو أهم نادي في الدنمارك يعني طموح الجمهور السوري أنه يشوف لاعب مثل روني مع منتخب سوريا هل حنشوفه مع منتخب سوريا؟ الجواب أنه أنا في حلقتي الأسبوع الحالي يعني يوم الخميس مبارح استضفت جمال زغنون الكابتن جمال زغنون هو رئيس اللجنة الفنية اللي تم تعيينه من قبل الاتحاد في أوروبا للبحث عن اللاعبين من أصول سوريا وإيضاً الكابتن كاوا حسه في هولندا وطبعاً توجهت له بالسؤال أنه مجموعة من اللاعبين المقتربين لا سيما أنه في عنا لاعب مثل روني بردغجي شو عملتوا أنتوا كلجنة فنية لحتى تتواصلوا مع هذا اللاعب؟ وشو عمل الاتحاد لحتى يتواصل مع هذا اللاعب؟ هنشوف جوابه سوا ونرجع علق لكم على رأيي بهذا الموضوع موقعين بالسويد لكننا بلعب بكوبنهاجن بالدريمار وتواصلنا معه وكان بالبداية أنه ممكن يلعب وعطى أبداء وطبعاً هذا الكلام كان فيه وراء يعني أشخاص بيحبوا البلد وقالوا أنه ممكن يلعب روني بردغجي هو صغير وبعده لعب المباراة مع ماشستر يونايتد وظهر بمستوى كويس فكان التواصل مع اتحاد الكرة أو مع الكابتن فاتح زكي هو رئيس الرابطة حكى معه بالأخير قال له أنه أنا جيني عقود وما بحسن أنا روح عقود مني جيني من برشلونة ومع بايرم يونيخ قال دول الناديين عيرضين عليه فهو يعتذر أنه بالوقت هذا ما بحسن الله يلتزم وإن شاء الله بالمستقبل بحسن يلتزم يحاول هذا الكابتن مثل ما اسمعنا الكابتن جمال زغنوش وحكى بكلامه يعني تواصل معه الكابتن فاتح زكي رئيس اللجنة لروني بردغجي لأهله تواصل معه وقال له أنه في عنده عروض حاليا من منشستر روناتد وبرشلونة وبرشلونة يعني هاي الأندية الكبيرة في أوروبا وبالتالي هو حاليا تفكيره ينصب حول هاي الأندية وبدو يبتعد عن جو منتخب سوريا ولن يكون في منتخب سوريا بالمرحلة المقبلية هلأ يعني تفكير اللاعب بصراحة منطقي يعني اللاعب بمختبل عمره ببداية عمره ما بيعرف شي كتير عن سوريا لا سيما أنه هو من مواليد الكويت لما كان عمره سبع سنين ترك الكويت وسافر على السويد وكان مقيم في السويد ونشأ بالسويد ويعني حتى أصبح لاعب في فريق كوبنهاجن الدنيماركي طيب كيف ممكن يقتنع روني بردغجي أنه يلعب بمنتخب سوريا يا حبايا بالقلب الموضوع يعني بحاجة أكبر من أنه موضوع لجنة ولا رئيس لجنة يحكي معه ولا فلان هاي القصة بده يعني يا رئيس الاتحاد يا وفد من اتحاد كرة القدم يا حدا مهم مسؤول مهم بالاتحاد الرياضي العام يحمل حاله يركب بالطيارة يحمل حاله يركب بالطيارة عدى نيمارك نشوف يتواصل مع النادي تابعه أول شي قبل ما يسافر لأنه في شي احتراف لازم يصير ويجتمع مع هذا اللاعب ويقنعه يقنعه أنه أنت حتكون مهم بمنتخب سوريا حيكون جمهور السوري جمهور عاطفي وجمهور يحب اللاعب ويرفعه للسماء وا 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 هلا أكيد نحن بنعرف أن طموحات اللاعب تكون يعني لاعب ممكن يلعب هو لعب بمنتخب السويدي تحت 21 عام وفيه منتخب الرجال يمثل يا منتخب سوريا يا منتخب الكويت يا منتخب السويد يعني في ثلاث منتخبات ممكن تتصارع على هذا اللاعب هلأ يعني هو جد نظره اللاعب بيقول لك أنه أنا حاليا بمقتبل عمر وعنفكر بالمسجر الاحترافية بأوروبا ما بيروح على سوريا لأسباب متعددة موضع منتخب سوريا حاليا يعني غير جيد نتائجه غير جيدة ما أنه من المنتخبات اللي عم تصارع دائما لحظة أهل إلى كأس العالم يعني ما أنه نحن لا إيران ولا السعودية ولا أستراليا ما أنا عمل نافس على بطولتك الأساسية وبالتالي ليش لا إجي على منتخب ما يرفع لي من مستوى المدية الاحترافية نحن إذا بنا نقارن على سبيل مثالي أنا إذا بدي أضع للمقارنة أيام مونير الحدادي لما كان مع برشلونا والاتحاد المغربي شو عمل اتحاد الإسباني شو عمل والمشكلة اللي صارت بالنهاية ومثل منتخب إسبانيا الموضوع الجزائري المغربي التونسي مع المنتخبات الفرنسية والإسبانية موجودة هناك حقيقة هناك يعني يعملوا بطريقة جدية جدا يعني مستعدين يعملوا شو مكان لحتى يجي هذا اللاعب مثلا منتخبهم هون بالعكس هون على التليفون شوف ذي رئيس اللجنة مع تحت رامي الكابتن جمال كابتن فاتح زكي ولكل الأعضاء الموجودين بهذه اللجان لكن هاي اللجان ما نام يعني ممكن تأخذ الخبر منه أنه هلا هو ما بيلعب لكن أنت لازم يعني ليش لأ أنه هوكتر كوبر يمسك يحمل حاله ويركب الطيارة هو صلاح رمضان يا أخي أستاذ صلاح رمضان رئيس تحاد كرة القدم نحمله حال كون ركبه الطيار رح وقنعه لأنه هذا مستقبل لسوريا يعني أنت وإذا إجا روني بردغجي أنت متخيل كمية العشق والجماهير تجاه لاعب عم يلعب بأوروبا يعني أنا عم بتخيل أنه والله روني بردغجي سنة سنتين عم بلعب ببرشلونا أو ببايرن أو بمانشستر يونايتد يعني محمد صلاح جديد للكرة العربية يعني روني بردغجي أنا أنا طول عمري بحلم أنه شوف لاعب سوري محترف في أوروبا مثل محمد صلاح على سبيل مثال مثل لما كان رياض محرز مثل اللاعبين المغاربة يعني عم يشوفهم كن أبدر لفرنسي هذا الشي بحاجة تشغل كثير يا حبايب القلب وأنا صراحة يعني ما عندي ثقة بالمسؤولين الرياضيين في سوريا أنه هني قادرين يسافروا يقنعوا لهذا اللاعب وأهل هذا اللاعب واه 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 يعطوه ميزات واه واه يعني يعطوه كل شيء يا أخي وخلوه يجي لعب منتخب في سوريا لأسيما أنه هلأ حسب ما عم بسمع أنا ومصادر موجودة بانتحاد كورت قدم أنه لا تغييرات كثيرة حنشوفها بكأس آسيا القادم يعني إسماء قليلة حخصص فيديو أنا إن شاء الله عم منتخب سوريا وشو شيء اللي عم يصير لانتخب سوريا وشو شيء اللي عم يحضروه إلكتور كوبر لكأس آسيا لكن كتير مهم كنت أحكي عن موضوع روني بردغجي والحلقة كانت كتير حلوة رح أطلكم إياها برابط تعليقات تحضروه وأهم شيء أصدقائي تعليقاتكم فيما يتعلق موضوع اللاعبين من أصول سورية وأيضا هذا اللاعب يلي أنا يعني أحلم بأن يكون وأن يمثل منتخب سوريا في المستقبل باي باي ترجمة نانسي قنقر